اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدستور لعضو مجلس النواب حتى يستطيع ابداء اراؤه وكل ما يتعلق باعمال البرلمان داخل المجلس او فيه لجانه بعيدا عن حياته الشخصية. هي الحائل الذي يحول ما بين العضو وما بين الكيدية او ما بين اي اجراء غير قانوني يتخص ضده. نعم. هل مجلس الشيوخ او عضو مجلس الشيوخ عنده الحصانة البرلمانية زي عضو مجلس النواب دكتور اسلام؟ نفس الحصانة واحدة لان نفس المهام واحدة تمام. تمام. الحصانة البرلمانية نصت عليها المادتين 112 و113 من الدستور بنوعيها. هناك نوعين من الحصانة البرلمانية الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية. المادة 112 من الدستور نصت عن الحصانة الموضوعية. معناها ان عضو مجلس النواب لا يسأل عن ما يبديه من اراء تتعلق باعمال وظيفته داخل المجلس او فيه لجانه. المادة 113 من الدستور نصت على انه لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة اتخاذ اي اجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح ضد عضو مجلس النواب بغير اذن صابت من المجلس ده في حالات الانعقاد. وفي غير دورات الانعقاد بيكون الازن من مكتب المجلس. ويبلغ المجلس بما تم من اجراءات في اول جلسة انعقاد له. قبل ما اعرف يعني امتى يتم رافع الحصانة من عضو مجلس النواب وامتى ما يتم اشراف الحصانة والاسباب اللي بتؤادل ذلك خليني اعرف انواع الحصانة. هل في حصانة تانية غير الحصانة البرلمانية يا دكتور اسلام? هي في انواع تانية زي الحصانة الدبلوماسية والحصانة القضائية. ولكن الحصانة بالضبط. ولكن احنا بنتحدث هي الكلمة الحصانة بصفة عامة. ايه. سواء حصانة برلمانية او حصانة. حتى الحصانة اللي هي اوكالها القانون لموظف العام. حتى يستطيع ممارسة اعمال وظيفته او مهامه الوظيفية بدون ضغوط وبدون املاءات من اي شخص. عايز اقول لك يا دكتور نفاة جبيرة جدا. فهم موضوع الحصانة انه ما بفتش. بسط. لا لا لا. والله ما اكلم اكلم. لا لا لا. يعني ما بفتش. يعني في ناس يعني كنت بدرتش برضو مجوعة من الناس. بقول لك الحصانة يعني لو دخل على لجنة يقول لهم انا عضو مجلس نواب فما يطلبوش منه الرخصة. هي المادة مية وتلاتاشر الواضحة جدا. لا يجوز في غير حالات التلبس بالجريمة. يعني كل الكلام اللي احنا قلنا واللي احنا لسه هنقوله في غير حالات التلبس بالجريمة. لو في تلبس ما فيش حاجة يتاخد يعني يتم القبض عليه ويقتاد الى جهات التحقيق وتم التحقيق معه ويعامل. وعندنا نمازج بتؤكد ذلك القاضي اللي تم تلبسه هو معاه مقدرات وايضا عضو مجلس النواب اللي كان فيش ما فيش جهة لها مصلحة نيات تتسطر على حد. الا بعض يعني انا شايف القاعدة العامة هي قاعدة محترمة ولكن الاسف بعض الصفهاء ممن يفعلون الموبقات وممن يضرون المواطنين او من يضرون من حولهم هم بس بيدروا السمعة نفسها بتاعت الحصانة بيدروا سمعته بيدروا سمعة قصرته بيدروا سمعة الحوالي ومن ينتمي اليه. لان في الناس برضو بتستغلها استغلال مش كويس يعني مع معلش يعني لما لاقي مثلا قاضي اولا عضو مجلس نواب مفايم العربية بتاعته شئ لرخصة من وراء هو المفروض رب القانون في هذه هو قضوة بتاعتنا يعني بزرط. فاعتقد ديه القلة زي نقول كده ضعاف الايمان بزرط. بزرط طبعا. طيب. امتى بقى عضو مجلس النواب يتم رافع الحصانة عنه لاستجوابه او اتخاذ اجراء قانوني تجاهه امتى اه ماينفعش ان انا اه ارفع عنه الحصانة اه الموضوع ده نظمته المواد من تلتمية خمسة وخمسين لتلتمية وحوانة وستين المفروض اول حاجة بتحصل بيتم تقديم طلب برفع الحصانة الى مجلس النواب. طيب مين اللي بيقدم الطلب ده? النائب العام? حاجة من الاتنين. لإما اجيها قضائية زي النائب العام او المدعي العام العسكري او شخص بيقيم دعوة مباشرة او جنحة مباشرة ضد اه عضو مجلس النواب. اي شخص ولا لازم عضو زي؟ اي شخص يتوفر فيه الصفة والمصدخ. الصفة? الصفة والمصدخ. فصرها لي تاني معلش يعني الصفة والمصدخة. يعني مثلا انا عايز ارفع دعوة على عضو مجلس النواب. عاصم دوليات عضو مجلس النواب. بارفع دعوة على عضو مجلس النواب. تمام. بروح اقدم طلب برفع الحصانة الى مجلس النواب. الى مجلس النواب. وارفق به صورة من صحيفة الدعوة. وارفق به مواد الاتهام والتهم اللي قام بيها وما تم اتخيزه من اجراءات. طب مش تازم يكون عندي ادلة للتهم. طبعا كل ده بيبقى ثابت. اه. تمام? بروح اقدمه. دليل مادي طبعا يا ده. ده ده كل الادلة المتاحة. اه. ما عشان كده. لكن من غير دليل ما قلل نوابش يعيب لها منه. الظبط. ما هو ده الخطوات اللي بعد كده. سواء النقب العام او سواء المدامة العامة العسكري. او في صاحب الصفة او المصلحة في الجنحة المباشرة. بنروح نقدم الكلام ده كله الى مجلس النواب. مجلس النواب رئيس مجلس النواب اول الخطوة بيعملها ان هو بيودي كل الورق دوة فور صدوره الى مكتب المجلس. اه. مكتب المجلس تعم. نعم. اللجنة القيم؟ لا لا. هي مياة مكتب المجلس. من يسمى وفكل للليحة بمكتب المجلس. اه. مكتب المجلس مجلس ده بيعمليه. اللي فيه الامين عام للمجلس. بالضبط. بالضبط. مكتب المجلس ده بيعمليه. بيشوف الشروط بتاعة بتاعة النظر في طلب رفع الحصانة متوفرة لا لا والكيود متوفرة ده اللي بيشوف اذا كان فيه كيدية ولا لا بيكون فيه اجراءات تمت صحيحة ولا لا زي ما حضرتك قلت من شوية بيشوف هل فعلا هل هو هذا الشخص قاسم ام لا بيشوف كل الحاجات دي وبعد كده بيوديها لمجلس لرئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب لاما لو ما فيش الشروط مش متوفرة او الكيود المنصوصة عليها في الدستور وفي لايحة المجلس مش متوفرة بيحفظ الطلب ولكن لو وجد ان الكيود متوفرة والشروط متوفرة بيروح مودي الطلب ده برأي مكتب المجلس يوديه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اللي برأسها النايب بهدينا بشوف بيتكتب التقرير بتاعها والتقرير ده بيطلع هو اعتقد ده يعتبر الركن الرقين لقرار رفع الحصانة بيبقى ليه كيما هو طبعا مش ملزم لمجلس النواب ومش ملزم لرئيس مجلس النواب ولكن بيبقى ليه كيمة أدبية كبيرة جدا 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 تمام بعد كده التقرير ده بيطلع لرئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب بيعرضوا على لو ثبتة الأدلة لو ثبتة الأدلة هو ما فيش لزام ان هو ياخد برأي برأي اللجنة او تقرير اللجنة ولكن بيبقى ليه كيما أدبية ده يعتبر الركن الرقين في قرار المجلس برفع الحصانة بيؤكد أو بيسمن على قرار مكتب المجلس. بالضبط. ده هو بيسمن على قرار المجلس. ولكن في حاجة لازم أقولها أنه لازم بمجرد ورود طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب لازم يتم البدت فيه خلال 30 يوم. من أول ما المجلس استلم الكتب كده وارد للمجلس بياخد رقم وارد 30 يوم لازم كل الإجراءات دي تحصل. كمام؟ سواء في دورات العنقاد أو في غير دورات العنقاد. لازم في خلال 30 يوم. ده قانون؟ ده لازم القانون. حتى لو مجلس مش منعقد بالضبط. نفترض أن ده ما حصلش. في هذه الحالة يعتبر طلب رفع الحصانة مقبولا. ويتم رفع الحصانة على عضو مجلس. ده القانون ما شاء الله يعني ملزم الجزء. طيب لو تم القبول من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في مجلس النواب بيحيلها بعد كده لرئيس المجلس؟ للمجلس. بيعرضها على المجلس في جلسة عامة. على النواب؟ على النواب في جلسة. على المجلس. آه النواب. بياخدوا موافقة في جلسة عامة. بيتم الموافقة عليها. لو تم الموافقة عليها بالاغلبية المطلوبة بيتم رفع الحصانة عنها. هو إفرد كان مدين وما جابش موافقة. هو هو ده الدستور وهي دي نص دايح. آه. يعني المجلس يتقرر زي ما بيقول. بزلط. آه. بزلط. طيب. أنا شايف هني دي نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية. يعني احنا عندنا لما بنشوف القضاء. القضاء ده نموذج ومثال كل ما هو حسن في هذا الوطن. صحيح. لما بيجي قاضي. طبعا القاضي ده من آدم. فيه ممكن قاضي يخطأ وممكن زي ما بنشوف بيتجا. ممكن واحد في الالف. ده ده بشر. وفي منهم واحد. ده شيء طبيعي. آه صحيح. آه صحيح. القضاء أنا هقول كده لفظ آآ آآ دارج ولفظ شعب شوية. ما بيبقاش على حد. آه. أي حد بيغلط من عندهم. طبعا. على طور. وكذلك الجيش. بينقي نفسه بنفسه. صحيح. وبيشيل اي اي شيء مش نضيف علشان ما يقصرش على. السمعة والهبة والمكانة بتاعته. احنا نتمنى ان كل الجهات تحزو بيحزو القضاء. صحيح. طيب طلب النائب العام برافع الحصانة. هل برضو محتاج كل هذه الاجراءات? طبعا محتاج. سواء بيقدم من مقيم الدعوة في الجنحة المباشرة او النائب العام او العام العسكري كمان. كل دي اجراءات آآ للأسف انا شايف انها آآ البعض بعض النواب يستغلها استغلال خاطئ. وده ده طبعا ده اللي حاصل دلوقتي. ولكن انا شايف ان يمكن في المادة تلتمية تمانية وخمسين نصت على شيء انا شايف ان هو شيء مقبول لحد ما انه هو طبعا آآ الحصانة لاي يجوز التنازل عنها. يعني انا كعضو مجلس نواب لاي يجوز التنازل عن الحصانة. نهائي. 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 اه. علشان يتم رفع الحصانة لازم كل الاجراءات دي اتتم. طيب. ولكن يا جوز لي. ان انا اطلب من رئيس مجلس النواب ان هو يأذن لي ان انا امسل امام جهات التحقيق. ده لو انا لو العضو ده راجل محترم وراجل شايف ان هو فعلا راجل شريف وما عملش حاجة. عشان يخرس الالسنة. تمام? ويكتم الافواه. في هذه الحالة بيأخد اذن من مجلس النواب ان هو يا جماعة انا معليش حاجة وفي كلام كتير بيتقال. فانا همسل امام جهات التحقيق. طب نفترض مسل امام جهات التحقيق. وطلع فعلا ان هو مدين ما ينفعش النيابة العامة انها تتخذ معها اي اجراء الا في حالة رفع الحصانة عنها. كل الحاجات دي يستتم. رئيس النيابة بيبعطها لمحامي العام. محامي العام بيبعطها للنياب العام. بيشوف بقى كل الاجراءات دي من اولها. تاني. لفة كبيرة جدا. اه طبعا. هي 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 المفروض علشان نمنع عضو مجلس النواب من التأثير العالي او من الكيدية. ولكن للأسف حضرتك عارف المجتمع. في ناس كتيرة بتستغل ده ضد. بعض. بعض النفول بيستغلها بشكل. بصد. 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 مش كوي. بصد. عليك اشارة الجزئية انه هو ممكن يطلب عضو مجلس النواب الازن من رئيس المجلس. الازن بالموصول امام جهد التحقيق. بيطلب اقواله. بصد. بحيس انه هو يطع زيانه بقوله كده. بصد. ده اللي حصل يعني مع احدى النواب اللي ربنا يعني. ربنا اهديهم. ايه ربنا اهديهم. اه. تماما. صحي. اه. وابد كده حصل مع برضو نواب محترمة جدا. محترمة. اه. في مجلس النواب سواء ده او مجلس. لما كان مجلس الشعب في الدارة اللي قبل كده. تمام. انه هما طلبوا من رئيس المجلس انه هما يمثلوا قدام الجهات المعنية بالتحقيق. عشان خاطر ياخدوا اقوالهم لان كانت الاقوال بتاعتهم مهمة بتوفيت في هزي القضايا. تماما. ده تحصل برضو برجل كبير. بالضبط. لعضو مجلس النواب. بالضبط. طيب. الاستخدام الامثل اللي حصلنا البرلمانية واللي المفروض يعني زي ما بولوك ده اه بالشق القانوني والافضل ممكن يكون زي ما. هقول لحيك على حيك. طب. اه احنا عندنا قضاء محترم. مم. ونائب عام يعني ربنا قطر من امثاله. انا ما اعتقدش طبعا. مم. ما اعتقدش ان هو هيطلب اذن برافع الحصانة من غير ما يبقى في ايده مستندات قوية. اكيد. استحالة. صحية. يعني مش مش النيابة العامة المصريها اللي تعمل كده. اه. 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 بعدين ده النائب العام يعني بجلات قدروا ما انا بقول لحياتك يعني احنا عندنا بصفة عامة اه اه اي نائب عام وبصفة خاصة المستشار حماد السوي. اه. فكون ان ده يتم توجيه طلب رفع. اه. طلب الازن برافع الحصانة. الى مجلس النواب ويتم رفضه. كده هتفق. يعني احنا كمصريين اكيد ان احنا. اه. يعني هنظر نظن سيء في في من رفض طلب الازن برافع الحصانة. يعني النيابة العامة بجللة قدرها لما تيجي تقدم طلب ويتم رفضه. معنا انك انت بتحمي فاسد. وده مش في مصلحة مجلس النواب. مم. ولا في مصلحة الوطن بالصفحة. صحيح. طيب. بنسمع برضو عن نوع اخر من الحصانة. الحصانة الموضوعية. يعني ايه الحصانة الموضوعية ده. هي. الحصانة الموضوعية ان المفروض انت كنائب انك انت بتعبر عن الشعب. مم. علشان كده المادة مية واثنشر من الدستور نصت انك انت لا تسأل عن اي رأي بتبديه يتعلج بعمل وظفتك. سواء داخل المجلس او داخل اللجان. يعني حضرتك جيت مثلا قلت لا انا مش موافق على ما تكون به الحكومة. مم. لبقى ما ينفعش انك انت يوجه لك تهمة السب والقصف او او اي تهمة منصوصة عليها. دي تاني معللي دي خاصة بعض ومجلس نواب. ده بعض ومجلس نواب. تاني معلش يا دكتور. اه. احنا عندنا نوعين من الحصانة نص عليها الدستور صراحة. تمام. الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية. ايه. ايه الحصانة الموضوعية. انت كنائب حضرتك كنائب انت من حقك طبعا وشيء طبيعي انك انت ممكن انك انت تهاجم الحكومة في امر المية. حكومة كلامة يعني ده بشر. اكيد طب. ومن حق ان انا اقدم استجواب. استجواب او طلب او طلب احاطة او 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 سؤال او كل الايه الوسائل الرقابية البرلمانية تجاه الحكومة. اللي عنط بها القانون لعضو مجلس نواب. بالضبط والدستور ايطا. تمام. احنا ما ينفعش ان احنا النهار ده نيجي نحاسب عضو مجلس النواب نقول له انت ايه اللي خلاك تعمل كده. طالما ان هو ابدى رأيه. آآ رأيه ده يتعلق بعمل وظيفته داخل المجلس او لجانه. يبقى فيه هزي الحالة ما ينفعش ان انا حسبه. نفس الحكاية برضو الحصانة الاجرائية. الحصانة الاجرائية اللي هي دي الحالة العامة اللي معروفة. اللي هي في غير حالات التلابس بالجريمة ما ينفعش ان احنا ناخد اي اجراءات ده عضو مجلس النواب. إلا بازن سابق من رأيه من من المجلس. يعني انا احنا جالنا مسلا جاءت التحقيق. جالها آآ جالها معلومات ان عضو ان العضو ده عنده مخدرات في بيته. آآ. فاشل انها تروح تقبض عليه في غير حالات التلابس اللي دي مش حالة التلابس. آآ. دي لازم ان هي اتخبط على الباب ويبقى معها اذن. فاشل ان المساكن حر ما فالا يبقى تفتاش عائل. وضح لنا حالات التلابس الله خليكي دكتور في الجزء ايه. حالات يعني هي. يعني الحالة التلابس اللي احنا ما ينفعش نتكلم فيها خالص. ان واحد يبقى عضو مجلس النواب كده. حاطت كده الحاجة مثلا جنبه. دي بالرؤية. لان حالة التلابس عشان ما نخشش في قانون الجنيه. حالة تلابس بالرؤية بالشام. حاجة من الاتنين او اه يعني اهمهم او اكثر شهرة. لما يبقى حاطت مثلا المواد المخدرة جنبه. او بيطعطى مخدرات. دي تلابس. يبقى في هذه الحالة اللي هو بيطعطى مخدرات. ومأمور الزبط ازاي? ما هو ممكن السجرة تخلص تحدي مراهل ايه? لا الريح برضو تبقى باينة. لو مسلا جاء طلب منه الرخص شام لانه التلابس بتحدث بالشام برضو. بحاسة الشام. مأمور الزبط القضائي. لو شام ريحة المواد المخدرة اللي هو اللي لسه متعطيها في العربية. جزء ان هو يقبض عليها. هي حالات صعبة اثباتها جدا. ولكن بتتكلم فيه ممكن حتى رشان المخدرات جنبه ينكر يقول لك مش بتاعتي يتحطط. او بتبقى بقى في جرائم تانية مش شرط مخدرات جرائم مثلا الجاسوسية. اه. تمام? ده طبعا اعتقد لو في مسلا رسائق الواطس او مكالمات او 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 الى اخير دي تعتبر تعتبر حالة تلبس اه واضحة جدا مش محتاجة لان اللعب كله في آآ في الجنايات بيبقى في حالات في حتة التلبس. اه. وبطلان اجراءات القبضة وتفتيش هي دي. لكن في جرائم تانية بتبقى واضحة. بتبقى يعني مسلا لو عدوا مجلس النواب. اه مسلا ارتكب جريمة قتل في الشارع. مم. مش محتاجة ما هي تلبس اه. تمام? صحيح. هي دي الحالات اللي ما ينفعش ان انا اقول بقى لا ده انا لازم ان انا استنى واطلع على مجلس النواب الاول واخدوا الازن. لان في هذه الحالة دي تعتبر حالات تلبس. يبقى انا احقق معي وان انا يتم القبض عليه وتحقيق معه ومحاكمته بدون حاجة الى اذن برفع الحصانة. ده يقودنا لخطورة استخدام الحصانة خارج مجلس النواب. طبعا. طبعا. لي ما يكونش يعني هل ممكن يكون في يوم الايام آآ مادة في القانون تنص ان الحصانة لعوض مجلس النواب داخل قبة البرلبان ولكن الخارج ما فيش حصانة دكتور. ولا دي ممكن تضيع من هيبة عوض مجلس النواب. لا انا انا اتمنى ذلك وده اللي نصت عليه فيما تعالج بالحصانة الموضوعية. ولكن هي المشكلة كلها مش في الحصانة الموضوعية. في الحصانة الاجرائية. هي دي كلها اللي بتعمل اللغة وبتخلي عوض مجلس النواب يتكبر على القانون وعلى جهات التحقيق. تمام? انا اتمنى ذلك وده اللي بيحصل دلوقتي الاستخدام. ممكن نلاقيها في يوم الاية? اتمنى ذلك. اتمنى ذلك. اتمنى ذلك وانا ان شاء الله هطالب بده لان للأسف في بعض الاشياء او في بعض الوسائل والقيود آآ ممكن ان هي تنفع في مجتمع لكن ما تنفعش في مجتمعتين. احنا للأسف آآ في مجتمعنا احنا بناخد بعض الحراكة عارف ان الدستور المصري اساس الدستور المصري سنة واحد وسبعين اللي هو الدستور الدائم حداشر سبتمبر واحد وسبعين. تم آآ يعني آآ ترجمة الدستور الدجولي او الدستور الفرنسي للصادر سنة تمانية وخمسين بعد الصورة الفرنسية الترجم واحنا خدناه كل القواعد والظوابط بتاعته. بس اللي ينفع في مجتمع ما ينفعش في مجتمع تياني وزي ما حضرتك شايف. كل كنت بدردش معي على مجلس النواب يعني حبيبي وهو بنيكلم على موضوع الحصانة وهو واحد على فكرة من احد يعني الناس المقتنعة برافع الحصانة والبرلمان خارق قبة البرلمان من الحصانة داخل انا. طبا. طبا. فبيقول لي لو تم تطبيق ده يعني اخد بالك تلت اربع من مجلس مش هيترشح تاني. انا كنت عايز اقول الله حردك كده يعني بس دمعا. لا فهمت فهمت. بالأسف هو بعض الاعضاء بيترشحوا مجلس النواب وبيسعوا اه الى ال 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 الى هذا الشرف العظيم. مش علشان خدمة الناس بقدر ما هو اه الغرض منه. الوضع الحجمات. تحقيق اغراض اخرى. اه اراها ا ارى اغلبها مخالف القانون. اه. خلنا يعني نفترض الشق اللي عونا توسم الخير بشكل كبير. نتمنى يا رب ان كل اعضاءنا المحترمين اللي اخترموا الشعب يكونوا عنده حسن من ظن الشعب المصر. نحن في مرحلة يعني يعني زي نبولك ده مش مستحملة ان الواحد يا دكتور يشتغل مش بس مصلحة شخصية. لا. مش يمشي غلط. لا ده مشتغلش مصلحة شخصية. نحتاجين الشغل. البلد كلها. اه. والسما الغالب على عوضو مجلس النواب اللي كنا احنا عارفينه زمان انه هو يخلص لي مش عارف ايه ويعين له فلان. لا ما فيش بالكلام ده. دبقتي اهم مش شاغل مصلحة البلد. حتى مش الدايرة بتاعته بس. لا ده مصلحة. طبعا. 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 يعني دكتور اسلام مثلا لو نائب عن ده دائرة الدق والمهندسين ما بيخدمش الدق والمهندسين بس. لا بيشرع قانين بتخدم البلد كلها. طبعا. طبعا. وبقص على ذلك كل اعضاء مجلس النواب اللي موجودة. اه. تكلمنا عن خطورة استخدام الحصانة البرلمانية خارج البرلمان المتعلقة في اتكاب بعض الجرائم او لقدر الله المشكلة التانية. الشق الامسل بتاعها هو ليه كفى الدستور بشك والقانون الحصانة دي. هدفها في المقام الاول. ازاي ما حدك قلت في الاول يا دكتور اسلام انها بتساعد النائب في اتخاذ اجراءاته القانونية. وانه هو يمارس عمله. وهي هي لا اعمال النائب مش لشخص. وللأسف هي مفهومة هنا غلط لشخص النائب. هي لا اعمال النائب. اه. وهي اه مصلحة لي ومصلحة لابناء دائرته عشان يقدروا ان هو يبقى ليهم صوت قوي. زي الية كده بتتحكمني. زي مسلا انا طالعوا يحطي لي نيك مايك ويربيز بي سهلوني. بس. لكن احنا الاسف بنستغل الحاجة دي غلط او الغالبية بيستغل الحصانة غلط من اجل مخالفة القانون. وانا اتمنى ان يكون فيه تعديل تشريعي. اه انا مش هقول يلغي الحصانة خالص ولكن اه يحد منها. لان الواقع اثبت ان اه هي اه مضرة اكثر ما هي مفيدة. طيب. احنا دلوقتي خلاص الحمد لله اعتبر تسعين في المية خلصناه من انتخابات مجلس الشيوخ. طيب. ومن كلمة امر الصحفي النهارة. ان شاء الله. ان شير لهذه النتيجة. ايه اللي احنا محتاجينه من مجلسين في المرحلة الجاية? مجلس الشيوخ ومجلس النواب في ظل الحصانة البرلمانية اللي بتكفر الحق لكلة اه عضوية مجلس النواب والشيوخ. احنا محتاجين يبقى فيه عند عضو مجلس النواب ومجلس الشيوخ مزيج ما بين الوطنية والاحترام. فقط. مش عايزين حاجة تانية. يعني احنا لا يعني مش هنطلب منهم حاجة اكتر من كده. وطنيا انك انت تعمل لصالح وطنك تمام. احترام انك انت تحترم نفسك وتحترم الناس اللي انت خبوك. انك انت ما تدنس هذا الشرف العظيم اللي المفروض انت تستحكه من خلالك انت حصلت على اصوات تؤهلك الى هذا المنصب. في اعمال اراها تقلل منك ومن مجلسك. اه. لازم يبقى احنا عندنا حتة اه. طرفه عن الدناية. حتى يعني اعنا كان في بعض اعضاء مجلس النواب انا عرفهم. ممكن يتعرض لبعض المضايقات. يترفع عن 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 الرد عليها. لانه هو اكبر من ده. وعلشان سمعته وعلشان ما يتقلش انه هو اه بيستخدم الحصانة فيه اه حمايته من اه من اشياء اه خارج عن القانون. اه لازم الانسان يحترم نفسه. اه وخصوصا عرضه مجلس النواب لان هو ما بيمثلش نفسه. بيمثل الاف مؤلفة من الانتخابات. اه لازم يكون مثال و ونموذج اه يقتدى به. اه لازم يكون اه حد اه ما يخلفش القانون. حتى لو هو تم السمح لي بمخالفة القانون ما يخلفوش. ما يمشيش بقى عربية تكون زي ما ما كنا بنتكلم. اه متفيمة. يبقى فيها النمر تبقى واضحة. اه انا شايف ان دي كلها يعني زي ما بيقولوا كده حركات نقص. انت ليه تمشي وحاطة باتجي عضو ما انت 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 محترم بشخصك محترم بمكانتك. وخبالك ناس كتير جدا بتنتقد الموضوع ده يعني. بزبط. يعني بالعكس ده انت المفروض تبقى اول من يطبق القانون. اللي بيعمل الحركات ده يا صديقي العزيز. اه مفتكرش ان هو حد بيبقى بيستحق الحصانة. اللي بيستحق الحصانة بيستغلها في في خدمة الشعب. في خدمة الناس اللي انتخابته. لكن اللي بيستغلها في مخالفة القانون. صحيح. هذا شخص لا يستحق هذه المكان. واجب ان يتم اه ازالته وبتره من. صحيح. من مجلس ان هو بقى مجلس الشيوخ. صحيح. طيب. حاجة تعلم ان فريق العمل كل مكان كبير وتوسعت عليه المهام والاختصاصات. كل مكان في انجاز اكتر ليه العمل والرقي. طيب. يعني يعني لعيب. ما يكون في 11 شهر لعيب في الملعب غير لم يكونوا عشر وتسع. دلوقات الحمد لله الغرفتين هيكتملوا غرفة تشريعية اولى عضو مجلس النواب وغرف تشريعية تانية مجلس الشيوخ. اه درلمان لغرفتين. بتوقع ايه في المرحلة الجاية. هيكون عندنا انجاز كبير جدا للتشريعات والقوانين هيكون عندنا الحمد لله ان شاء الله يعني توسم اه بعض القرارات او بعض القوانين الهدف اراحة الشعب المصري في المرحلة الجاي. اه اتمنى ذلك. ودي اه توجهات الكيادة السياسية والرئيس. ولكن انا اوجه كلمتي لاعضاء مجلسي النواب والشيوخ والبرلمان بمجلسي او ما يعرف البرلمان بمجلسي ان هو يساعد اه الرئيس على على ذلك. اه وتعديل وسن القوانين التي تخدم الشعب ولا طاعوكو. واللي تعمل على نوع من سعارة الشعب. وليس تعاستو. اه لازم نبقى فاهمين القانون كويس. لازم عضو مجلس النواب بيبقى مطلع اكتر عشان لما يجي يتناقش القانون. ويقول موافقة او عدم موافقة. يبقى قايل على علم. واقيل على سند. واقيل على على واقع. لكن مجرد ان هو بيرفع يده وخلاص. لا احنا مش عايزين حد كده. صح. لازم يبقى فاهم اللي بيتقال. لازم يقول رأيه. يحط اضافات. الاضافات دي بتوفيد المجلس. لان زي ما حضرتك بتقول مفيش حد يبينجح لوحده. صح. لازم كل واحد بيكون اللي يدور في النجاح. ده حتى ولو دور صغير. عشان يبقى لك دور في النجاح لازم تبقى فاهم اللي بيتقال. صح. العلم لازم يبقى عنده علم عنده عنده اطلاع. يبقى يبقى عنده اطلاع على كل المستجدات اللي بتحصل. صح. سواء في مصر اي كلميا او محليا او. صح. ودراية بكل الامور المتعلقة بالامور المعيشية والحياتية والقلونية الخاصة بالمواطن المصري. دكتور اسلام نتمنى يا رب كل التوفيق فخورين ومبسوطين بهذا الاستحقاق التاريخي الجديد وهو مجلس الشيوخ المصري. نتمنى يا رب هذه الغرفة الثانية وزي ما قال دكتور اسلام البرلمان بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ ان يستطيع ان ينجزوا العديد من القوانين لهدفها. يعني مصلحة المواطن المصري وتقدم الدولة المصرية في المرحلة اللي جاية ان شاء الله مزيد من التوفيق مزيد من القوانين والتشروعات اللي ان شاء الله تحسن حياتنا المعيشية وترتقي اكثر واكثر بمواطن المصري اللي بيستحق ذلك واكثر. بشكرك جدا ضيف العزيزة للاستاذ الدكتور اسلام القناة والفقية دستور شرفتنا دكتور تحضرتك. شرفتنا. شرفتنا يا فأنا. الحياة موضوع الحصان دستورية موضوع مهم جدا واعتقد كل الناس يعني كل المعلومات وتفاصيل متعلقة بيئة الحصانة. شكرا لك مرة تانية. اهل عفو. لسا مكملين معاكم مشاهدة كرام بعض الفاصل فقرة حوالي اخرى مع زميل تدينا انتظروها.